محمد أم شرف ومنور حبيبي يا كريم والله أنا المبسوط جداً أنا موجود معاك النهاردة حبيبي وطبعاً الحفلة زي ما أنت قولت حفلة 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 إيه اللي حصل؟ يعني الأول كنت متوقع عن نتيجة دي؟ آه كنت متوقع عن فكر أنا قلتلك أن فرقة التراجي في أسوأ مواسمها وإن كان دي أسوأ نسخة للتراجي على مدار مثلاً آخر عشر سنين فرقة على مستوى الشغل الفني بعيد عن النتائج لأن النتائج ممكن الناس شايفة أن التراجي مش عامل لأ النتائج كان يستحق نتائج أسوأ من كده صح لأن التراجي لما تفرجت عليها ما بتقدمش حاجة لدرجة أن أنا وانا بتفرج عليها عشان أطلع من عندها شوف بيشتغل إزاي أنا نفسي تعبت مابالك بقى الجمهور آه لو أنت مش تلاقي حاجة قوية في الفرق شوف أنت الشغل الفني بتاع المدير الفني وانا بي المعلول شحيح قوي يعني ما تلمسوش يعني ما فيه حاجات بتطلع آه بس أنت بتحس إن هي لأ دي طلعة من لعيب أكتر ما هي طلعة من مدير فني صحيح الشغل بتاع الملعب وملعب التمرين لما بيظهر كتير في الملعب تعرف إن ده مدير فني عشان كده أنا بحي مرسل كله الراجل اللي درس واشتغل واشتغل كمال مع فرقته على فرقة التراجي وعيوبها واستغل لها صحيح فرقة التراجي كان عندها مشكلة كده في الحالة الدفاعية أن عندها حمود أحميدة اللي هو الباكليفت الباكليفت فيه دايماً مساحات في دهره أصلاً هو باب ديان كارسي وفيه مساحات كتير في دهر وفي الواحد على واحد دايماً سيء صح وما بيعرفش يتمركز كويس صح فنبيل معلول كان بيحاول محاولة كده إنه دايماً يدي تعليمات للجناح اللي قدامه إنه يرجع يسنده صح لما تكونوا الكرة في الجابعة العكسية يعني مثلاً في الكرة ناحية بوشنيب أو بن علي اللي بيلعب باكرايد فهو دايماً بيحاول يحميه بينزل حد يمكن أنا جايب ثلاث حالات من المطش اللي فات وهقولك إزاي إن مارس الكولر قدر إنه هو يستغل الحتة دي وضرب حميدة هنجيب الحالات على طول مزاكر كويس مارس الكولر دايماً بيزيد وبيعمل ثنائية في قلب الملع ده بيصدر نوع من الأسئلة للعابة الترجي خاصةً قلبية الدفاع اللي هو دايماً يمكن أنا في الحالة ههوري لك اللاعبت الترجي لعبت الترجي ده عمالة تتكلم معه بعض عمالين نوجهه بعض بص ده مارتش الأفريكي التونسي زي ما إحنا شرحنا قبل كده ده بص هنا الباكليفت اللي واحميه ده رقم 20 من في ظهره؟ رشاد ده ليه؟ لأن فيه معمول عليه زيادة اللي هو على لعب رقم اربعة ورقم خمستاشر وبص هنا فدايماً المساحة بتاع بحميدة دي مستهدفة من أي فرق هاي لانا حتى الشمال بتاع الطاقة جي ياريد تكمل في الفريم اللي بعد كمان بص بقى ده رشاد بيبص بيشوف الجناعة والباك جاي فين عشان يحمي حميدة لأن حميدة أصلاً لاحز إن هو بول اوريانتيتي يعني هو عينه على الكرة مش بص في ظهره الجانب الأعمى في ظهره دايماً مفتوح مكشوف كمل كمل كمان كمل بص هو راجع لحد فين؟ عشان يحمي حميدة عشان يحمي حميدة لأن معموله عليه دايماً مضاعفة عددية عشان يستغله إن هو دفاعياً قليل فيه كمان حالة أيوة كمل 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 خلي بالك ده مش رشاد المفروض إن لمح كمان الباك أو اللاجنة حتبدلت كان فيه نفس التعليمات من أنيس البدري إن هو يرجع برضو يسنت حميدة فإذاً ده بيقولك إيه بيقولك إن الراجل عارف إن عنده مشكلة اسمها يحميدة في الحالة الدفاعية فبيحاول دايماً إن هو يحميه طب نخش بقى على هدف الأول وهقولك إزاي مرسل الكولر زاكي يلا بينا بص دي كرة على فكرة هي كانت قوت اتلعبت رحت هناك الناحية التانية بص مين بقى اللي جنب الكهرباء حمد فتح حمد فتح برافو عليك على فكرة أليو ديانج اللي ورا الحكم رجله هي اللي بينه كمل خش الفريم اللي بعده كمل بص بقى المدافعين بتوع الترجي بص ده بيقول له يمسك حمد فتحي وتجاي بيقول له يمسك كهرباء هم مش عارفين يعملوا ايه دي حيرة موجودة عند العيبة الترجي هم مش عارفين يعملوا ايه صح لأن اللي الاتنين عمونه عالم وضعفة طيب كمل بقى خش على الفريم اللي بعده بص بيقول له يمسك حمد فتحي كمل كمل أنا عايزك تكمل التانية بص ده مين بقى حمد فتحي حمد فتحي فين جنبي مين حميدة حميدة مين بقى الموجود في المساحة او الخدان المساحة مين برستاو او حمد بقى هكذا الزهير الايصر بتاع الترجي ودخل بيه الجواب بروضى عليك السحبة دي هي كانت السبب في ان المساحة دي كلها تكون موجودة البرستاو خش على الفريم اللي بعده بص كمل كمل براحتك عايز ترقص عايز تشوت عايز تصنع عايز تعمل اي حاجة هي دي المساحة بالمناسبة الناس عادة الناس عادة تاخد اللعطة الاخيرة وليك عن برست شطها وحش وصدها وحش وفداخيت جوت انت بس انما بشوف اخراج اللعبات ديت هي الاخراج ده هو الهدف الاخراج ده كله هو الهدف قبل ما كنت شطها هو دايما اي قرار او اي هدف او اي حاجة هي بيمر باكتر من المحل بص احنا احنا بناءها تانية عشان هي حلوة ايوه حلوة حلوة جميع اولها تانية اولها تانية كمل يعني ممكن تتحركوا بسرعة بص هنا انا عايزك تبص على الحيرة اللي موجودة وخلي بالك بص الحيرة ده بيقول له امسك وده بيقول له امسك بص دايما عملين يتكلموا خرجوا برا اللعبة دي حيرة دي اسئلة ده التشوش اللي بيحصل من الحركية اللي بتعملها اللعبة بص بكل بساطة المساحة فتحت على فكرة بيرسي تاو يعني انا بشوف بشوفه من اللعبة المظلومة جدا مظلومة ليه؟ لان كهرباء اكتر لاعب واحسن لاعب موجود في الدور مصر بيعف يتحرك وذاكي جدا وده كان ظهر في الهدف التاني اللي لعبهول محمد هنا